أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو خلال لقائه بالأمناء العاميين للأحزاب السياسية في وزارة التنمية السياسية السبت أن هناك ما بين 60 و70 قضية فساد تم يداعها إلى المدع العام عمان منذ بداية العام الحالي للتحقيق فيها وإصدار الأحكام القضائية حيالها مبررا عدم الإعلان عن هذه القضايا عبر وسائل الإعلان بحماية الاستثمار والمستثمرين بينو أكد أن هذا اللقاء مع الأمناء العاميين للأحزاب جاء لبناء جسر التواصل بين الدائرة والأحزاب الذين يمثلون المواطنين في إبداء آرائهم وأخذ مقترحاتهم التي تصب في مصلحة الوطن طبيعة عملنا في هذه المرحلة المحور الثاني في الاستراتيجية تاعتنا أنه الدور اللقائي والتوعوي والمكاشفة والشفافية مع الجميع فوجودنا هنا هو تحت محور اللقاية والتوعية والتواصل مع الأحزاب وطلبنا منهم يتعاونوا معنا ويكونوا رادف للهيئة في مكافحة الفساد كل في موقعه وفي حزبه فأنا سعيد بهذا اللقاء وقد بنينا جسور مع الأحزاب أنه يراجعوا أو يقدموا أي ملاحظات لهم في تحسين أداء الوطن وأداء الهيئة إذا فيه لهم ملاحظات وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة بيّن الدور الذي تقوم به الوزارة في تفعيل دور الأحزاب في الأردن من خلال اللقاءات المستمرة مع الحكومة والمؤسسات المختلفة بهذا بيجد من سلسلة اللقاءات مع الأحزاب السياسية الأردنية هذه المؤسسات الوطنية التي يجب أن تطلع في دورها مثلها مثل أي مؤسسة أخرى هو جزء من الوطن جزء من الأردن ويقع على عاتقها على كاهلها مسؤولية كبيرة في قضايا شبهات الفساد فيما إذا تبادلت إلى ما سمعها خاصة نسمع مرات الأحزاب في معظمها بتتشك من قضايا فساد نحن بالتواصل اليوم معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد فتح أبواب الأحزاب وتمنى عليهم أن يراجعوا في أي قضية يبتغون وإذا ما تبادل لما سمعهم أي قضية فساد اللقاءات مع الحزاب السياسية في السوف تستبر أعتقد أنها كانت مظلومة في السابق إعلاميا وكان هناك لصف المعلومات مؤسسات وطنية بحاجة لأن تطلع على المعلومات حتى تكون قراراتها أكثر دقة وقال أن الإرادة العليا لمكافحة الفساد واجتثاثه متوفرة بالأردن لكن العمل يحتاج إلى مثابرة ومتابعة مستمرة مؤكدا أن الهيئة تتلقى دعم مستمر من قبل كافة القيادات السياسية والقانونية في الأردن حازم السردي الحقيقة الدولية ترجمة نانسي قنقر